تلعب الاهلي ايه المطش اللي كنت رايح عارف ان انت هتخسر فيه وخسر الزمال بص ولا مباراة اكسم بالله مهيب ولا مباراة كنا رايحين متوقعينك هتخسر ولا مباراة المباراة الوحيدة الوحيدة بس مش لظروف اللعيبة لان دي كانت مباراة غريبة جدا التشكيل تغير بالليل الراجل المدير الفني هقولك مين واقولك الاحداث مدير الفني غير التشكيل تاني يوم الصبح لها تشكيل تاني كان فيه رغي كتير جدا كان فيه ألأ تفهمش ايه اللي حصل الله اعلم لغبطة اه بركتوك لا يا chem my age ماضية الاهلي يعني اه انا بقولك على ماضية لا الاهلي ما يعني الحمدل الله ماضية لا ماضية الاهلي كنت رايح لا يعني انت كنت حاسية هتغلب الماضية عمري في حياتي ملعبت الاهلي وحاسي انا اخص طب ايه الماضية اللي تصدمت فيه قوي الماتش اللي صدمت فيه ماتش الكاس أنا ملعتوش ماتش الكاس بتاع أهرب وزيد أعتقد أيمان شوقي كامل لكورة الماتش ده إحنا كنا يعني كان رضع معالي تعادل وبتاع والدنيا مش هزولك أنا أنا بيت قاعد بره بشد في شعري المباراة سهلة جدا وإحنا كنا حسن منادي آله كتير جدا والآله خطف في ماتش كان في كاس أعتقد الماتش كان في كاس مصر فكان ماتش المباراة غريبة جدا وهدفك في مرمى الهدفين في مرمى كانت تنسابة البصر الله يرحمه واحد رقصته لعب تاع البعيدة والتانية جات في الشبكة وخرج كان عليها جدا هيا دخلت الكرة دي يا راجع انت جاي بعد بعيد سنة واجه لدخلت لأ كان عليها لغة طيب أقولك على حاجة الله يرحمه أستاذ عبد جيد نعمان هو أهلاوي أهلاوي كبير يعني حاجة جميلة طبعا الناس دي أنا كنت بعتزب يا حسن أستاذ أستاذ ناجيب مستكاوي أستاذ عبد جيد نعمان أستاذ نفسي في سليم أستاذ محوم معروف حتى أنا رابطي له الصحة كل الناس دي هنطلعنا عليهم يا مهيبوا على كلامهم كان مسميني الفلبيني كابتن أنا جيب المستكاوي أرحم أول الله طريق الفلبيني معرفش لي جاي جاي منين الفلبيني عشان وشك فيلبيني فيما بعد بقى أنا انتبهت إن أنا فيا من فالمباراة بتاعت زمال بتاعت أهل وزمالك أهل وزمالك بتاعت كابتن سابت البطن هلمي هو وانت المباراة دي كانت مباراة يعني جاي من بعيد قوي 2-0 الشوت الأولاني الأهل اه احنا جينا من بعيد جدا عمر ما كان حد يتخل لدي أهلي كان يقولك إيه خلاص يكسر ومش عادات الزمالك إن هو يعود للمباراة اه معاك يعني خلاص خسر من الأول في بعض بالزبط لا بيبدأ يعني مع الأهلي بالذات ما بترجعش اه بالزبط احنا رجعنا المباراة دي بطريقة كنا أفضل كمان يعني كنا هنكسر بشورة تاني فاهمني فالحقيقة مباراة كانت اه صعبة جدا والحمد لله يمكن الواحد عمل جون وجبت جون فأنت كنت إنت ما كانش فيه بقى الجوائز الحلوة دي وقال لك رجل مباراة منه في زمانتش وكلام الحلو يبينشوفه في الشاشة كنت زمانة خدتها أنت على طول خدتها أنا بقى كنت أخدها على طول اه ماشيط رأي كنت أخدها على طول دايما انا لعب علي سبع بكات رايت في نادي الأهلي أسماء تخد حمد أبو الرادي أشار بداية من حسام البدري طبعا بنقوله البقاء لله فولدده طبعا ربنا يرحمها يا رب ويغفر لها ويكون ماتواها الجنة إن شاء الله حسام البدري حمد أبو الرادي إبراهيم حسن علاعب صادق طبعا كان له معايا حاجات جدا كتيرة جدا متحط رمضان لعم مصطفى يونس لعم عليها بك رايت يتغير بعد ربع ساعة حسام البدري حسام البدري